مأساة، معاناة، جوع، عطش، ذل، إهاني بكل معنى الكلمة نحن ما زلنا نصلي من أجل الوضع الحالي، الحرب في غزة شيء بيكسر القلب وبيحزن لما بتسمع أخبار موت أكثر من أربعة آلاف طفل وطبعاً الضحايا أكثر من عشر تلاف، عشر تلاف وخمسمية شخص إلى يومنا هذا مأساة، معاناة، جوع، عطش، ذل، إهاني بكل معنى الكلمة والأسباب طبعاً للحرب نحن ممكن نحكي الأمور السياسية وكل الأمور اللي عم تجرى في بلادنا الحبيبة ولكن أحبائي الإرهاب والقتل والنهب والسلم وطبعاً ضياع أرواح الناس كل شيء له عواقب، كل شيء الإنسان بيزرعه لابد أن يحصده أيضاً وللأسف حتى من الطرفين بيستخدموا آيات لكأنها حرب دينية وبالحقيقة بينما الناس تقاتل دينياً أرواح البشر من مدنيين من نساء وأطفال ورجال عم بيقتلوا وكل رجل عم بيقتل عنده أولاد، عنده بنات وطبعاً الانتقام والكرهية رح تستمر لأجيال واحد من الدينون في الكتاب المقدس لما الأنبياء قالوا عن أورشاليم ويلون لمدينة الدماء والنتيجة أنه أيضاً اتدمرت وأخذت إلى السبي وهكذا أحبائي الوضع كتير كتير صعب بصراحة مستشفى انضرب مركز الأمم المتحدة انضرب حتى مركز الكتاب دار الكتاب المقدس انضربت والكنيسة الأرتدوكسية وجانب كنيسة اللاتين كله انضرب وعادة عن الأبنية وعن الأرواح اللي راحت كلها بسبب الإرهاب والغريب في الموضوع أنه بركزه على النحية الدينية أكثر ما أنه بيهتموا في قدس الأقداس النفس البشرية اللي هي أهم من أي مبنى وأهم من أي أرض ومن أي جامع ومن أي كنيسة الأبنية تهدم وتبنى ولكن روح الإنسان وروح الإنسان التي تتعلق بالرب هذا هو الأهم فمرة تانية بحب أقدم كل التعازي لكل العائلات اللي فقدوا أحبا وبصلي أنه الرب يعزي الحزانة وبصلي أنه الرب يجيب السلام وبصلي أنه الرب يدخل سريعا وينهي هذه الحرب وبصلي أنفتاح العيون تبتدي الناس تشوف الأسباب أسباب الحرب ومكوناتها حتى تبتدي تفكر بطريقة صحيحة وأنه كل الغرض الإنسان عاوز يعيش بفرح وصرور وينبسط ويكون عنده مقومات الحياة وليست مسببات الموت ولكن مع كل هذا بتشوف في ناس بتستخدم الدين فمثلا هذه الحلقة لأنه رئيس الوزراء الإسرائيلي اقتبس آية من إشعياء النبي إصحاح 19 وكان مفهوم الآية من النيل والفراد وعلى طول تلعوا شيوخ مسلمين أو شيوخ اسلام اللي بطريقة منفرة ومحرضة وطريقة طبعا فيها تمادي على كلمة الله وعلى الكتاب المقدس وكأنه بحردوا ضد المسيحيين لأنه بآمنوا في الكتاب المقدس في العهد القديم والعهد الجديد بدون مراعاة الشعور وبدون السؤال كيف يفهم المسيحي هذه النبوات وما هو التفسير الحقيقي لهذه النبوات ابقوا معي رح أتكلم عن نبوة إشعياء إصحاح 19 اشتركوا في القناة